اشتركوا في القناة أن هناك من يخاف عليك أما بخصوص الإمام الشافعي فواجب الضيافة يحتم علي أن أبادر بزيارة أسرتك لكنك تعلم أني لن أستطيع ذلك الآن كلمني عن كل ما يحدث يا عمر أريد أن أرى العالم بعينيك أنا في حاجة إلى أن أعرف كل شيء عبر كلماتك أنا في الانتظار يا عمر أعرف أنك ما يصور الحال يا جمال الدين ولكن اسمح لي أن أقدم لك حذائي وعباءتي هدية الحمد لله أنت بخير ليست الضربة وحدها ما أذاك ولكنه الخوف الذي ألقاه اللصص في نفسك صحيح أنك وصلت إليه بعد أن فعلوا بيه ما فعلوا وبعد أن سرقوا كل ما معي حتى عباءتي وحذائي لكن الله عز وجل شاء أن يرسلك إليه لتنقذ حياتي نهم شيئة الله وما نحن إلا أسباب ونعم بالله ولكن ما الذي يجري أيمانه لم يعد هناك أمان حتى للخروج إلى الصلاة ما كل هذا سنرى في الأيام القادمة ما هو أسوأ لم يعود الأمر واحتمل الحمد لله ما أمننا عليك حان الآن عن مطمئن أهلك والله لو فعلت بير هذا لن دهشت هذا هو أنت ومن يصفق الإمام لإغاثة ملهوف بارك الله فيك يا ابن إدريس بارك الله فيك يا إمام هذا حق الجار على الجار وهل كنت تعلم من أنا حين أنقذت لي اشربه دائما تشربه ساخنة اشترك في البقاءات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية اشترك في القناة اشترك في القناة